السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله بالخير جميعا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فيسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم وجوهنا جميعا عن النار ومن يسمعنا ويرانا الآن اللهم آمين نحن في ليلة السبت ليلة السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 بعد الألف الموافق ليلة 23 من شهر نوفمبر لسنة 19 و2000 في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى الآية 103 من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا هذه الآيات من سورة النساء ذكرها الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بصلاة الخوف وذكر صفتها سبحانه وتعالى قال فإذا قضيتم الصلاة يعني أتممتم قضيتم بمعنى أتممتم كما قال الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن فإذا قضيتم الصلاة أي صلاة الخوف التي أديتموها فاذكروا الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وهنا يذكرون الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبه أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن الإنسان يجوز له لو كان له عارض شغل أو أي شيء إن مجرد أن ينتهي من الصلاة أن يقوم وله أن يقول أذكار الصلاة وهو يمشي فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فهذا دلع أن الأذكار التي تكون بعد الصلاة لا يلزب أن تكون وأن تجالس في مكانه إن كان هذا هو الأفضل لا تزال الملائكة تستغفر لك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم تدعو لك الملائكة لكن أحيانا بعضنا قد يكون عنده التزام عنده موعد تذكر شيئا يريد أن يذهب يقضي حاجته أو ما شبه ذلك من الأمور فيجبر نفسه على البقاء في ظنه أنه لا يجوز لا بد أن يكمل الأذكار وهو جالس في محله وليس الأمر كذلك وفيها قول الله تبارك فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبك أن الإنسان دائما يكون بذكر الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فالمؤمن دائما ذكر الله على لسانه كما قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ذكر الله بالنسبة المؤمن كالماء بالنسبة للسمكة يعني إذا خرج منه تموت السمكة كذلك الإنسان المسلم يحتاج دائما إلى ذكر الله وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت فالمهم أن الله تبارك وتنبه إلى كثرة ذكره سبحانه وتعالى بعد أداء هذه الصلاة فإذا قضيتم الصلاة يتممتم هذه الصلاة فاذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوب فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة طيب الآن أتممنا الصلاة قال إذا اطمأننتم يعني أمنتم ذهب الخوف خلاص الآن تصلون الصلاة العادية لأن صلاة الخوف قلنا لكم فيها يعني قصر في الكيفية والكمية فإذا اطمأننتم أي ذهب الخوف عودوا إلى صلاتكم التي كنتم تصلونها قبل الخوف بإتمام ركوعها وسجودها وقيامها وعدد ركعاتها وما شبه ذلك من أحوالي الصلاة فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا ذكر بعضها إن موقوتا بمعنى أمرا واجبا فرضا كانت عائلون كتابا موقوتا أي كتابا مفروضا كتابا واجبا وقال آخرون كتابا موقوتا أي مؤقت منجم الفجر من طلوع الفجر إلى شروق من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى مصير ظل كل شيء مثله العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر العشام من غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر وهكذا فكل صلاة لها وقت محدد إن الصلاة كانت تعلمونها كتابا موقوتا أي لها أوقات محددة لا يجد الإنسان أن يتجاوز هذه الأوقات ثم قال ولا تهينوا في ابتغاء القوم لا تهينوا أي لا تضعفوا من الوهن وهو الضعف ولا تهينوا في ابتغاء القوم ابتغاء أي طلب تغى الشيء طلبه والقوم هنا هم الكفار الذين يقاتلون المسلمين لا تهينوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون أي يصيبكم ألم من القتال من استشهاد أو جراحات أو غير ذلك إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون يعني كما أنهم يؤلمونكم ويقتلونكم ويجرحونكم أنتم أيضا تفعلون ذلك فيهم فتساوى الأمران إن يمسسكم قرح فقد مث القوم قرح مثله فالأمر سواء لستم أنتم وحدكم الذين تعلمون هم يألمون أيضا طيب إذن ما الفرق بيننا وبينهم قال وترجون من الله ما لا يرجع هذا الفرق الألم واحد أنتم تعلمون هم يألمون لكن ألمكم له لذة ألمكم له عاقبة جميلة عظيمة عند الله تبارك وترجون من الله ما لا يرجون ولذلك لما انتهت غزوة أحد وقتل المشركون من المسلمين عددا كبيرا انتقاما من يوم بدر ماذا قال أبو سفيان لما نادى في المسلمين قال الحرب سجال يوم بيوم بدر يعني كما قتلتم مننا سبعين يوم بدر نحن قتلنا منكم سبعين في يوم أحد قال الحرب سجال يوم بيوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه قال وما نقول يا رسو قال قولوا ليسوا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فرق عظيم أنتم عجلتم قتلانا إلى الجنة نحن عجلنا قتلاكم إلى النار لا سواء وترجون من الله ما لا يرجون أنتم تقاتلون إن قتلتم ضفرتم بالغنيمة وإن قتلتم ضفرتم بالجنة هم إن قتلوا ضفروا بالغنيمة وإن قتلوا ذهبوا إلى النار لا سواء وإذاك الله تبارك وتعالى هو يقول وترجون من الله ما لا يرجون إذا أخلصتم النية لله تبارك وتعالى قال وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيم أي عليم بمن يقاتل في سبيله يريد وجه الله يريد ما عند الله كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه أبي موسى الأشعري قال يا أرسو الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه أيها في سبيلها قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وكان الله عليما أي عليم بمن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل رياء وسمعه وحكيم فيما قضى سبحانه وتعالى وحكب في قتال الكفار وحكب في النهاية أين يذهب قتل المسلمين وأين يذهب قتل الكفار ثم قال سبحانه وتعالى إن أنزلنا إليك إنها نون العظمة هذه وكثيرا ما يتكلم الله تبارك وتعالى نفسه بنون العظمة وهذه معروفة في لغة العرب أن الرجل العظيم يتكلم بنون العظمة عن نفسه وذلك ترون الآن الرؤساء والملوك نحن الملك فلان نحن السلطان فلان نحن الأمير فلان نحن رئيس الوزراء نحن يتكلم عن نفسه بنحن هذا معروف في كلام العرب طيب والشعر كثير من هذا الأمر إذا بلغ الصغير إذا بلغ الصغير إذا بلغ الفطام لنا صغير تخر له الجبابر ساجدين يعني لنا إذا بلغ لنا يكون لنا دائما يتكلم بصيغة العظمة فالله جل وعلا إذا أمر ونهى فإنه يتكلم بصيغة العظمة سبحانه وتعالى وأما إذا أمر بعبادته يتكلم بصورة المفرد إنني أنا الله بصورة المفرد المفرد سبحانه وتعالى فاعبدني فاسألوني فادعوني بصورة المفرد إذا جاءت العبادة والتوحيد واحد قل هو الله أحد الله الصمد لكن إذا جاء بالأمر والنهي من الله تبارك الله فيكون بصيغة العظمة لأن الله عظيم سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق أنزلنا إذا جاء من علو وهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى وأن القرآن منزل من عند الله تبارك وأنه كلام الله جل وعلا إن أنزلنا إليك الكتاب الكتاب هنا القرآن أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق أي نزل بالحق أي أن هذا القرآن فعلا كلام الله ونزل بالحق مضمونه الحق إذا نزل بالحق أي نزل من عنده ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم وإنما كلام الله وبالحق مضمونه كله حق ما فيه باطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف كمثل قول الله تبارك الله وبالحق أنزلنا وبالحق نزل هذا هو القرآن الكريم يقول الله جل وعلا هنا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق قال لتحكم بين الناس بما أراك الله أراك أوحى إليك سبحانه وتعالى بما أراك فهمك سبحانه وتعالى بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فالله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما في كتاب الله جل وعلا وبما يشتهد فيه صلوات ربي وسلامه عليه قال ولا تكن للخائنين خصيما انتبه كما قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين هنا يقول له ولا تكن للخائنين خصيما والنهي لا يلزم أنه فعل صلى الله عليه وسلم وإنما هو تحذير من الله جل وعلا كما جاء في الحديث والحديث ضعيف جدا انتبهوا حديث ضعيف جدا لكن مشهور عند الناس أدبني ربي فأحسن تأديبي فعلا الله تبارك يربي أنبياءه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين الله جل وعلا يختارهم على عناية يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته جل وعلا فالله تبارك رب نبيه صلى الله عليه وسلم كما رب أنبياءه السابقين يقول إن أنزلنا إليك الكتابة بالحق لتحكم بين الناس وليس فقط المؤمنين حتى غير المؤمنين لو جاءوا إلى الرسول يتحاكمون عليه يحكم بينهم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضررك شيء وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس سواء كانوا مؤمنين أو كفار يعيشون بين المسلمين أو طالبون بالحكم فيهم ولا نحكم فيهم بشريعتهم نحكم فيهم بشريعتنا طالما أنهم جاءونا يتحاكمون إلينا قال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى فقط جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى أبدا لا النبي ولا غيره صلى الله عليه وسلم لا يعلمون الغيب ولذا قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له لما أسمع يعني أنا ما أعلم الغيب تختصمون إلي البعض يكون له حجة ومنطق وشهود زور أو ما شبه ذلك من الأمور أوراق مزورة أنا أحكم على ما أرى فمن قضيت له بحق أخيه لا يفرح فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها لأن في يوم قيامة ستلتقون يوم القيامة عند رب العزة الذي يعلم خائنة لعنوا وتخفي الصدور إن كنتم أخفيتم عني أموراً إن كنتم زورتم كلاماً إن كنتم جئتم بشهود زور عند الله ما ينفع عند الله كل شيء مكشوف كل شيء مفضوح لا تخفي عليه خافية سبحانه وتعالى فالله جل وعليه يقول لنبيه أنت أحكم بما أراك الله اشتهد إن أصبت وهذا هو الأصل فبفضل الله ومنتي وإن أخطأت في الحكم فبما زوروا لا بما قصدت من الخطأ النبي لا يقصد الخطأ ولا يقصد الظلم ولا يقصد الانحياز لشخص دون شخص ولكن الله ينبه انتبه ليس كل الناس صادقين ليس كل الشهود صادقين ليس كل ما يكتب يكون صحيحاً قد يكون مزوراً وهذه رسالة إلى النبي وإلى غيره من الحكام عندما يطلق كلمة الحكام نقصد به القضاة يعني القضاة عندما يأتيهم الناس القاضي لا يعلم الغيب يحكم بما عديهم نوع قد يحكم للمسيء قد يحكم للمجرم المجرم جاء بشهود زور المجرم جاء بأوراق مزورة المجرم يلحم بحجته يتكلم منطق وهذا والمسكين ذاك ما يستطع أن يعرب عن نفسه ولا أن يوضح مشكلته ولا كذا فيحكم له القاضي فلعل بعضك أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ومن هذا الذي وقع لداود عيسى صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب كلام مرتب كذا قضى له داود عيسى صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى أول شيء يظهر شرف نبيه إنا أنزلنا إليك كتاب الحق ثم يقول فاحكم بين الناس بما أراك الله تكليف ثم حذره ولا تكن للخائنين خصيمة احذر أن تكن للخائنين خصيمة ويذكر أهل العلم سببا لنزول هذه الآيات وهي أنه كان أناس من المنافقين من بني أبيرق قبيلة في العرب من بني أبيرق في المدينة وفيهم منافقون قال له بشير هذا المنافق هذا ماذا صنع هذا المنافق جاء وسرق من بيت زيادة بن علاقة الصحابي سرق طعاما وسلاحا فلما بحث الآيات عن المال قالوا سرق وجده أصبح الصباح وإذا مسروق المال وكان قد جاء التجارة من الشام فوجد أن المال قد سرق فبدأ يسأل الناس قالوا قد رأينا تغيرا في بني أبيرق لأنهم كانوا فقراء هؤلاء بني أبيرق كانوا فقراء عائلة أسرهية كانوا فقراء يقول أمس نشوف الطباخ عندهم فلا نستبعد أنهم الذين سرقوا فلما شعروا أو وصلهم الخبر أنه يعني اكتشف أمرهم أو شك فيهم قام هذا بشير من بني الأبيرق أخذ الطعام الذي سرقه والسلاح ورماه في بيت يهودي رماه في بيت أحد اليهود ثم جاء هو ومجموعة من أسرته وقبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون على اليهود قال هذا الذي سرق هذا اليهود هو الذي سرق وهذا الطعام موجود في بيته رأيناه في بيته فلم يجد اليهود يعني شيئا يدافع به الطعام موجود في بيته وذكروا أيضا في بعض القص أنه شق يعني عمل شقا خرقا في الكيس من بيت زياد إلى بيت اليهودي أحساس أنه ما شاعر وما شفه من هنا إلى هنا يعني خبيث هذا بشير فأمسك اليهودي وقضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الأمر الكيس عندك الطعام والسلاح عندك وفي شهود أسرة بني أبيرق هؤلاء كلهم شهدوا عليه سواء السارق أو جماعة اللي في زعولة فزع بالباطل كما يحدث الآن بعض الناس أشهد مع ولد عمي الذمة اللي ما تنفع ولد عمك ما هي ذمة هذا الزور والبهتان والعياذ بالله شهدت الزور هذه طيب فاجتمعوا وشهدوا عند النبي أن هذا هو الذي سرق فأبلس اليهودي ولم يجد جوابا لم يحر جوابا فأنزل الله تبارك وتعالى براءة اليهودي سبحانه وتعالى وعتبا على النبي صلى الله عليه وسلم استعجلت في الحكم حتى انتظر حتى تتبين لك الأمور فقال الله تبارك وتعالى ولا تكن للخائنين خصيمة هؤلاء بنوا أبيرق سواء كان المنافق أو الذين وقفوا معه من أهل بيته ثم قال واستغفر الله مما وقع منك إن الله كان غفورا رحيما ثم قال ولا تجادل عن الذين يختنوا هذا الخطاب ليس للنبي وإنما هذا خطاب للمؤمنين أنت أيها المؤمن لا تجادل هؤلاء الذين شهدوا بالباطل لبشير يقول ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس عندما سرقوا ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول لما جلسوا واتفقوا هؤلاء بنوا أبيرق لما جلسوا واتفقوا ما رأيكم نضع هذا الطعام الآن كشفنا الناس نضع الطعام في بيت هذا اليهودي وكلموا الجماعة قالوا سنفضح ما رأيكم هذا يهودي ضعوا الطعام في بيته ونشهد كلنا عليه فاتفقوا على ذلك وجاءوا وشهدوا يقول الله تبارك وتعالي يستخفون من الناس أي عندما خططوا لهذه الخطة الآثمة ولا يستخفون من الله ولم ينتبهوا ولم يعلموا ولم يهتموا أن الله مطلع عليهم ولا يستخفون وهو معهم أي مطلع عليهم إذ يبيتون والتبيت هو الاتفاق ليلا بالبيت إذ يبيتون ما لا يرضى من القول من اتهامهم لهذا اليهودي وكان الله بما يعملون محيطة أي مطلع سبحانه وتعالى لم يخف عليه شيء شاف كل اللي صار سبحانه وتعالى لكمال علمه جل وعلا كمال بصره جل وعلا كل شيء كان حاضرا عنده سبحانه وتعالى ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ها لا الآن أبناء عم هذا بشير أنتم جيتم وجادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ماذا ستفعلون يوم القيامة عندما تفضحون عندما تفضحون وتكشف الأمور عند الله تبارك وتعالى وكشفنا عنك غيطاءك فبصرك اليوم ما أنتم فعلون في ذلك اليوم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلة أن يدافع عنهم ويقف معهم هذه الآيات إذن نزلت في هذا الأمر في هذه القصة عندما سرق ذلك ويقال إن هذا المنافق اللي هو بشير بن الأبيرق هرب بعد ذلك فنزل عند امرأة يقال لها سلافة نزل عند امرأة اسمها سلافة فبلغ طبعا الأمر انتشر الأمر بعد أن نزلت الآيات وفضح بن الأبيرق واعترفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحهم الله جل وعلا وظهرت براءة اليهودي عند ذلك هرب بشير بن الأبيرق فنزل عند امرأة وقال لها سلافة فلما علم حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم هجى سلافة ببيتين من الشعر يعني كيف تدخلين بيتك هذا الهارب السارق اللي كذا وهجاها فجاءت إلى هذا بشير واخذت رحله يعني أغراضة ورمتها خارج البيت قالت والله ما جئتني بخير جئتني بهجاء حسان أبلشتني يعني نسوي خير لك الآن وهجاني حسان بسبتك يلا بره وترمي أغراضه خارج البيت ويقال ويقال هذا بشير أيضا نقب بيتا حفر في الجدار لكي يسرق بيتا فسقط عليه الجدار ومات وقيل إنه سافر مع قوم فسرق متاعهم فأمسكوه وقتلوه أيا كان المهم أن هذا رجل من المنافقين لما أراد أن يلبس على النبي صلى الله عليه وسلم هو وقومه فضحهم الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى فدافع عن النبي وفضح هؤلئك المنافقين إن أنزلنا إليك اكتب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ثم قال واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يعني لا يجوز الإنسان أن يجادل عن الخائنين يختانون أنفسهم أي يخونون أنفسهم والإنسان ممكن أن يخون نفسه ويهلكها كما قال الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناصبة تصلى نارا حامية تسطى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع فالإنسان أحيانا يضر نفسه يخون نفسه يؤذي نفسه وذلك يقول الله تبارك وما ظلمون ولكن أنفسهم يظلمون يقول وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لجهلهم وكفرهم وعدم مبالاتهم ونفاقهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو اتهام هذا اليهودي وكان الله بما يعملون محيطا أي مطلعا عالما سبحانه وتعالى ثم قال ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم هذا السؤال فمن يجادل الله عنهم سؤال نفي سؤال متضمن للنفي أي لا أحد لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة أبدا الكل سكوت ما أحد يتكلم ما أحد يدافع عن أحد الأخلاء يوم إذن بعضهم لبعض عدو ما أحد يدافع عن أحد يقول الله تبارك وتعالى أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلة أن يجفروا عنهم ويمنعوا عنهم العذاب من الله تبارك وتعالى الجواب لا أحد والله على وعلم وصلى الله عليه وسلم